السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في فيديو اليوم رح نشوفوا كيفاش حولت حوض الأسماك كطيراغيوم من أجل نباتات الكالاثيا والمارنتا باش تصير في أحلى حلة تبعوا الوعاية الفيديو حتى النهاية كما را كنت شوفوا هذا الحوض الأسماك اللي شريته هو أكواغيوم شريته على الفيسبوك ماركت بلايس يعني مستعمل را كنت شوفوا باللي فيه بعض الصدق شوية نوعا ما والغطاء التعوب فيه بعض الكسور ومتوسخ نوعا ما إذن هذا ما سيش مشكلة حنقوم بالمسح التعوب إذن هذا هو كما قدكم حنقوم بغرس مجموعة من نباتات داخله إذن هذه التربة اللي حنستعملها دايما نحب نستعمل التربة المصرفة للماء فذلك أختار التربة الخاصة بالعصريات ونضيف لها القليل من البرلايت من أجل التهوية وبما أني حنغرس نباتات محبة للرطوبة فحنستعمل المزيج تاع الأوركيد لأنه فيه لحاء الشجر فهذا رايح يسمح بامتصاص الماء يعني دوك القطع تاع لحاء الشجر راح تحتفظ بالرطوبة فيهم وأيضا راح نضيف لهم إذن هذا هو لحاء الشجر يعني باش تشوفوه داخل الكيس ونضيف لهم الفحم لأنه أيضا باش ما تكونش الروائح هذيك الكريهة والعفن لتشكل بسبب الرطوبة الزائدة لأنه حيكون مغلق إذن هذا هو الفحم الخاص بالنباتات وأيضا سأضيف بعض الكوكو هاسك يعني القشور تاع الجوز الهند لأنه أيضا جيدة للطربة إذن تمتص أيضا قليل من الرطوبة فتسمح يعني بالاحتفاظ بالماء داخل الطربة لأنه كما قلتكم هذه النباتات لحا نستعملها كلها نباتات محبة للرطوبة لأن هذه هي هذه اللي تجي لأنها تجي في هذك العلبة مضغوطة فنوضعوها ونحطوها شوية ما باش تنتفخ ونبعد أن نستعملها إذن هذا رايح يكون المزيج اللي رايح نضيفه للنباتات أو للطربة عفوا إذن أنا حطيت المواد الأخرى داخل الحوض والآن سأقوم بمزج كل شيء مع بعض باش يصير مزيج متجانس كما قلت لكم خليط من التربة البرلايت الفحم الكوكونات والأوركيدي يعني المزيج تعال الأوركيدي اللي هو لحاء الشجر وبالإضافة لقيت هذول البيدغجيل يعني الحل الكوريات هذه تعطين كانت موجودة عندي فأضفتها فقط لأن هي ليست ضرورية لكن كانت عندي وما استعملتهاش منذ مدة فأضفتها إذن هذا هو المزيج تعي راهو واجد إذن الآن سأقوم باختيار نباتات اللي حاء نغرسها تما كما راكوا تلاحظوا النباتات في حالة متعبة جدا هذو نباتات البيدغنيا في الصيف كي كانوا في الحديقة كانوا فيها جميلين كانوا روعة يعني لكن لما دخلتهم في فصل الخريف داخل المنزل ضروف تع المنزل ما ساعدتهمش فأركوا تشوفوا الأوراق تحاكلها متبالا هذو نباتات الكالاثية كيما نعمل معاهم دايما الحواف تع الأطراف تحهم جافة مع أنه يعني رطوبة تع البيد حوالي 60% 70% ومع ذلك فما تكفيهمش فدايما يكونوا الأطراف تع الأوراق تحهم هكذا هذو والبيغنيا قد كم كانوا كامل في الحديقة وكانوا كبار وبعد قصيتهم لما دخلتهم في فصل الخريف لكن في البيت كيما قد كم مش عارفة بسبب قلة الضوء أو أي شيء المهم ما كنتشوفوا الأطراف تع الأوراق كلها جافة مدبالة إذن فهذه كلها قررت أني نوضعها في التغاغ يوم ونشوفوا إذا كان هذا الأمر رح يساعدها هذه نوع من أنواع المارانتا لمن لايم شوفوا كيفش رهي الأوراق تحاكلها ملتوية أعتقد أنه مشكل في الجذور ربما ما هيش تمتصل ما لأنه لما تلتوي الأوراق هكذا فهذا يعني أنها محتاجة إلى الماء هذه أيضا نوع آخر من أنواع المارانتا شوفوا دايما الحواف تع الأطراف هكذا جافة وهذا بسبب قلة الرطوبة مع أني نسقيها بكثرة مع أني نرشلها الأوراق تحا ومع ذلك شوفوا هذه البيجونيا وش بقى فيها الواحد يقول بليميتة لكن فيها نقطة حياة ركنتشوفوا هذه البقعة الوردية هنا إذن فهذا يعني أنه فيها أمل فلذلك حاول ننقذها ونوضحهم كامل في التغاغ يوم مع بقية النباتات نكمل ونوصلوا نشوفوا بقية النباتات لحنغرسها إذن نعني نوري لكم فيها باش تشوفوا الشكل تحا الآن وتقارنوا من بعد ما نحطوها في التغاغ يوم يعني كفاش ربما مروا طوبة لي حتكون الحل بالنسبة لهذه النباتات هذا أيضا نوع آخر من البيجونيا وهذه أيضا هذه البيجونيا اللي لو انتحها وردي لكن كما قلت لكم شوفوا هذه أيضا فيها الأوراق تحا أصيبت بمرض في طرير كنت شوفوا البقعة البيضاء هذيك لا أعرف السبب تحا إذن حنقوم بتنظيفها تقليم كل أوراق المريضة وهذه البيجونيا ماكلاتاتا كانت روعة في الحديقة والآن رهي متعبة جدا يعني أكتشوفوا إذن سنحاول أن نقوم بوضعها كلها دخل التغاغ يوم وهذه أيضا نبتة أحد أنواع ستنانتي أكتشوفوا كلها يعني هدو ما هذي أحسن يعني نوعا ما ومع ذلك أكتشوفوا بعض الأوراق فيها الحواف الجافة هذيك هذي البيجونيا إسكارغو حلزون لأن الأوراق تحجي هكذا ملتوية وكأنها شكلتها حلزون إذن راكوا تشوفوا الوضع كيف شراه إذن نحاولوا دك نقيوهم كما نحي كل أطراف الجافة ليبسى يبسى للجذر تحام عفنة مع عفنة نرميها وأقوم بوضعها داخل تيراغيوم هذك ونشوفوا كيف يكون الأمر إذن هذا هو العدد الكلية عن نباتات تعتقدوا بلي هذو كامل راح يكفيهم هذك تيراغيوم سنرى إذا كان فيه مكان كافي إذن طبعاً نحنخرجها كلها من الأصص تحها لأنه را هي ديجة تربة كثيرة إذن كما راكوا تشوفوا دركها نحيها كلها نقص للتربة الكثيرة لأنه في نفس الوقت نتأكد من وضع الجذور اللي كان جذور متعفنة نحيها ومن بعد باش نشوف أيضاً نقص عليها يعني الحجم باش نشوف إذا نقدر نحطها كامل داخل التيراغيوم إذن ما حاش نوريكم كل العملية لأنا خدت لي ساعات ربما شوفوا هنا لقيت هذه النباتات السجاد صغيرة للكوليوس لقيتهم أظن البذور وقعوا ثمة فكبروا ولذلك نحيتهم عاوت غرستهم على إصصيص آخر اللي فيه نبات الكوليوس على حاله إذن كملت كما راكوا تشوفون نحي تربة اللي محيطة بالجذور باش نتأكد من وضع الجذور نحي الأوراق الجافة نحي كل ما يعني شيء ما يصلحش إذن هذه هي الآن أنا الآن مستعدة لغرسها إذن والله ما كانش عندي فكرة واضحة كيفش يعني كيفش نوضعهم رحت فقط بطريقة عشوائية المهم حاولت أني نوزعهم بطريقة تكون يعني مع اللول بديت نحط هكذا ومبعد قررت أني غيرت حطيت نباتات الكبار في الوراء والنباتات الصغار حطيتهم في الامام لأنه لما وضعتهم كانوا الكبار هادوك غطاوهم ما بقى لهمش فعاود تغيرت إذن كما راكوا تشوفوا حطيت النباتات الكبيرة هادو ماتع المارنتا وستينانتي والكالاتيا حطيتهم كامل في الوراء ومبعد صغار البيغونيا كلهم وضعتهم في الامام باش يبقى ويبانوا يعني يكون عندهم الضو يدخل لهم هدي هي إذن نكمل كل شيء نغرس كامل وش عندي وفي الواقع يعني كامل قدرت ندخلهم إذن شوفوا هدي أول لما غرستهم كنت شوفوا الجهاز الرطوبة راه يقول أنه نسبة الرطوبة 55% إذن كنت شوفوا بلي وضعت ومبعد نشرح لكم بالتفصيل على الضو اللي وضعته الفوق شوفوا بركة هنا يا غير حطيتها كانت 55% وأنا نراقب فيها بقيتها قدراني سرات الفيديو ونشوف كيفاش الرطوبة راه يترتفع 57% 58% حتى وصلت يعني آخر شي وصلت حتى 99% يعني صارت حتى أنه جهاز الرطوبة معادش يشتغل من كترة الرطوبة فنحيته لكن راه كنت شوفوا هنا يا راهي 89% الرطوبة ومازالت يعني بقى تطلع والشي اللي ساعد الرطوبة أن ترتفع هو أني وضعت هذا الغطاء لأنه بسبب أني وضعت الأضواء هذه الأضواء الخاصة بالنباتات لأنه رأنا في فصل الشتاء هنا رأنا في حوالي شهر جنوبيل لما غرستهما كنت عارفوا يعني الجو داي من غائم ونهار قصير فضفت لهم هذو كل الأضواء من الفوق وبالتالي الغطاء تغير يوم لما وضعته فبقى فراغ هذا كل الفراغ كان يخلي الرطوبة تخرج لذلك وضعت لهم هذا الغطاء البلاستيكي هذا هنا فقط نوري لكم الخيوط تغير كهباء وين يعني تغير الأضواء إذن هذا الغطاء البلاستيكي كيضفته من الفوق يعني كان يمنع الرطوبة من أنها تخرج من هذوك الشقوق شفوا هنا لحقت الرطوبة الآن حتى 96% وكما قلت لكم مراتة واحدة أخرين راقبتها وصلت حتى 99% الرطوبة شفوا هذا قلت لكم غرسته في شهر جنوبيل في شهر أفريل يعني في شهر الرابع بعد 4 شهور سقيتها مرة وحدة سقيتهم يعني من 4 أشهر ما سقيتهم مرة وحدة وتعرفوا باللي نباتات هذو ما يحبوا الماء ويحبوا الرطوبة وهذا لأنه وضعتهم في مكان مغلق طبعا تغير يوم الزجاجي يعني الماء ما يخرج منه لذلك لمسقي يعني يعطيتهم كمية معتدلة مع أنه الحجم التاعه كبير شفوا هنا يا هذي لما غرستها شفوا وضع النباتات راني نوري لكم هكذا باش تشوفوا يعني كيفاش تحسنت بعد المدة اللي بقات فيها شفوا الأوراق تقريبا نباتات كلها وضعها متعب الأوراق عندها الأطراف الحواف كامل جافة كما قدتكم البيغونيا أيضا وضع التحاكان كارثي ومن بعد يعني بصراحة يعني اتفاجأت من النتيجة اللي شفتوها في بداية الفيديو ووريت لكم مقطع وذلك نزيد نعاود نوري لكم النتيجة يعني بالتفصيل درك في المقطع الجاي إذن كما قدكم إذن نروحوا الآن ننتقلوا في الزمن بعد 4 شهر إذن الآن هنا في شهر أفريل راكوا تشوفوا حتى أنه نباتات ستينانتي أزهرت عمري ما شفتها تدير أزهار من قبل وهذا ربما لأنها راه يلقات الظروف الممتازة لها نسبة الرطوبة مرتفعة شفوا هذه نباتات البيغونيا كيفاش راهي تكبر نباتات البيغونيا شفوا أوراقها صارت تروعة يعني ربما هنا الإضاءة ما هيش ممتازة ما نشاف إلا كنت شوفوا فيهم لكن يعني النموات الجديدة كلها نموات يعني رائعة الأوراق تحى ما فيهاش الجفاف يعني تلاحظوا القدم طبعا أكيد كانوا فيهم لكن شفوا النمو الجديد كله يعني فراش يعني الأوراق ممتازة كبيرة حتى أنه الحجم تاع الأوراق كبر شفوا هذه ما فيها ولا نقطة حفة جافة شفوا هذه المارنتا رائعة يعني ممتازة وحتى أوراق كبرت لأنه نسبة الرطوبة مرتفعة بالإضافة إلى أنه عندها الإضاءة هذيك أيضا تلقات الضوء المناسب كفاتها بش يعني تعطينا أوراق كبيرة وأيضا جميلة هذه هي كنت شوفوا كل النباتات يعني رهي البيغونيا تانيك أيضا أعطتني أوراق جديدة النباتة الوحيدة اللي فقدتها لم تنجح هي نباتة البيغونيا ماكيولاتا هذيك اللي عندها النقط المرقطة مع أنه يعني ما أعرف السبب ما هي إحدى النباتات اللي نحبها بزاف لكن مع الأسف هي الوحيدة اللي ما نجحتش لكن الأخرين كلهم كاميرا كنت شوفوا فيهم عندهم نمو جديد أوراق جميلة يعني روعة وكبرت رهي لحقت حتى الفوق لآن راني نفكر كيفاش نعمل باش تكبر كتر لما تكبر كتر وش ندير نقصها ولا لا أعرف بصراحة وش حا نعمل معها لكن الآن رهي في وضع ممتاز ربما لما الجو يصير أدفأ حتى شهر ماي لأنه إحنا تعرفوا في كندا يعني حتى ولو كنا في شهر أفريل فدرجات الحرارة ليست مرتفعة كفاية باش نخرجوا النباتات للخارج إذن سأنتظر ربما منتصف شهر ماي لأنه في هذا الوقت عادة درجات الحرارة في الليل تكون خلاص يعني مستقرة فوق العشر درجات مئوية هذا الوقت ربما نخرجها للحديقة لأنه في الحديقة يكون وضعها ممتاز هناك يعني ظروف مناسبة إذن هذه هي حبيت فقط نشارك معكم هذه التجربة إذن نبتت هذه المحبر للرطوبة راهي الوضع التحت حسن أشكركم على المتابعة نلتقي في فيديوهات أخرى وأقول لكم سلام وابقوا في رعاية الله